السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الأسبوع الأول تقويم تشخيصي المستوى السادس في رحابة التربية الإسلامية الصفحة الخامسة وهي كالتالي على بركة الله أصرر وأتدبر أكتب من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر إلى قوله تعالى ولربك فاصرر إذن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمنم تستقنثر ولربك فاصرر أتأمل وضعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكون مسلمة ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميش القلب سنن الترميدين أجيب من خلال استثمار مكتسباتي بما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمى بن هانا إذن أمرنا صلى الله عليه وسلم باتقاء المحارم هيتقال اتق المحارم تكون عبدا أو تكون أعبد الناس الرضا بما قسمه الله تعالى ثم أمرنا بالإحسان إلى الجار ثم حب أمرنا بحب الخير للغير حب الخير للغير وعمى نهانا نهانا صلى الله عليه وسلم عن كثرة كثرة الضحك نعم عن كثرة الضحك أذكر بعض المحرمات التي أعرفها من المحرمات التي أعرفها الغيش الكذيب الاتيام للباطل الصارقة الزنا الخمر المخدرات لبعض المحرمات التي أعرفها إضافة إلى ما جاء في المثال ما المقصود بكل منها الغيش سنقوم بشرح المقصود من هذه المحرمات الغيش هو التدليس على الناس والإحتيال عليهم الكذب الكذب هو ضد الصدق وقلب الحقائق وقول الزور هذا معنى الكذب ثم الاتهام بالباطل الاتهام بالباطل هو تنفيق التهم تنفيق التهم من الناس بالكذب والبهتاني وهم لا ذا البناء نعم هذا ماضح هل تجواب نمر إلى نشط آخر أو سؤال آخر وعطي مثالا موضحا لكل منها يعني الغيش أولا الغيش في الميزان الغيش في الامتحان الكذب مثلا التغيب على الدراسة والدعاء المرض أنت لسه مريدا ولكن تدعي المرض حتى تتغيب بعد الدراسة الاتهام بالباطل اتهام زميلك بالصرقة وأنت لم تعلم وأنت أعلم هنا وأنت تعلم أنه لم يفعل سنزيل لم نقول وأنت تعلم أنه لم يفعل أي أنك اتهمته باطلا أي رقن من أركان الإيمان أي رقن من أركان الإيمان يتضمن الرضا بما قسم الله لك هذا الرقن السادس حيث أن أركان الإسلام الإيماني ستة الرقن السادس يقول الإيمان بالقضاء والقضر خيره وشره إذن الرضا بما قسم الله يدخل في الإيمان بالقضاء والقضر خيره وشره إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار كيف يكون الإحسان إلى الجار يكون الإحسان إلى الجار بعيادته أي بزيارته وعدم أذيته السلام عليه عند لقائه يعني بعيادته عدم أذيته والسلام عليه عند لقائه كيف أو أذكر بعض أنواع الإحسان إلى الناس المساعدة بعض أنواع الإحسان المساعدة إلى الحاجة النصح عدم الخوض في أعراضهم أن تحب لهم ما تحبه لنفسك أن تحب لهم ما تحبه لنفسك نعم درست قصة موسى عليه السلام مع بنات شعيب عليه السلام ما وجه الإحسان فيها إذن قدم أي أن موسى قدم لهم يد المساعدة دون أن يعرفهم بدون أن يعرفهم بدون أن يعرفهم بنات بنات فرعون إذن دون أن يعرفهم رحم ضعفهم أمام الرجال إذن نصحح إذن نصحح نقوم بصحح ونعود إذن قدم 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 لهن قدم قدم لهن يد المساعدة دون أن يعرفهم أو دون أن يعرفهن رحم ضعفهن أمام الرجال رحم لا أفهم لم ينتظر أجراً مقابل المساعدة ما علاقة الآتي بالمحبة والأخوة الاعتراف بالخطأ حسن التواصل ثم تقدير المرأة الاعتراف بالخطأ يلغي التكبر ويولد التواضع وطلب العفو والمغفرة ثم حسن التواصل حسن التواصل سفة يحبها الناس وتغطل المحبة والأخوة تقدير المرأة هو تقدير للأم والأختي والزوجة والتقدير نافع من الحب ومن حب الخير للغير وكل هذه الأمور لها علاقة بالمحبة والأخوة أو بالمحبة أو الأخوة أو هما معا أشرح ما يأتي أعبد الناس مؤمناً مسلماً أعبد الناس أحسن الناس عبادة أقوم الناس عبادة أحسن الناس عبادة أقوم الناس عبادة مؤمناً مؤمناً تؤمن بالله وملائكتي وكتب ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذا هو المؤمن مسلماً الشهادة أن تشهد أن لا إليه الله الصلاة الزكاة الصوم الحج أركان الإسلام من خمسة إذا توفرت هذه الأركان فيه فهو مسلم أكتب ما أعرف عن سيدتنا خديجة بنتو خويلد إذن هي خديجة بنتو خويلد أنا باختصار حتى لا نطل خديجة بنتو خويلد رضي الله وعلا بن أسد القرشية وأمها فاطمة بنتو زائدة العامرية كنيتها أم القاصم وكانت ترقب في الجاهلية الطاهرة وهي أم المؤمنين وأولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده وهي أول من آمن به وصدقه عندما أنزل الله وحيه عليه ماذا ماذا نعرف عن سيدنا علي بن أبي طالب باختصار شديد حتى المعلومات تكون قليلة حتى نرطي ممكن أن تضيف معلومات أخرى إذن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الأطفال وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها ورابع الخلفاء الراشدين نعم ماذا نعرف عن سيدنا عمار رضي الله وعلا ويعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو حليف بني مخزون وأمه سمية وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وهو هو وأبوه وأمه من السابقين وهاجر إلى المدينة وشهد بطرا وأحدا بل ما نعرف عن سيدنا موسى عليه السلام أولد نبي الله موسى عليه السلام في وقت أصدر فيه فرعون وقراره بقتل من يولد لبني إسرائيل من الظخور فتربى عليه السلام في ذال فرعون وقد كان جند فرعون يجبون على بيوت المدينة ليطلعوا على اتزام النساء بالأمر الصادر عن فرعون فخشيت أم موسى أن يصل الجند إلى ابنها ويقتله فألهم فألهمها الله حينها أن تقذفه في اليم بعدها بعدما تؤمنه بتابوت خشبي وساقه الله تعالى إلى قصر فرعون إذا وقع بيد امرأة فرعون التي لم تكن تنجب فطالبت من زوجها أن يمكث عن لهما ويكون ابنا لهما فنشأ وتربى في قصر فرعون حتى كلفه الله بالرسالة لما نعرف عن سيد عيسى عيسى عليه السلام معجزة بحدداته منذ أن حملت حملت به والدة البتور مريم إلى ولادته إلى حياته كاملة فقد جاء الملك جبرير إلى السيدة مريم وهي تتعبد حيث بشرها بأنها سسريد ابنا له قدسية وأنه سيكون رسولا من رسول الله ونبيا من أنبيائه دون أن يكون له والد وهذه هي المعجزة بحدداتها فعيسى لم يولد كما ولد الباقي أو ولد باقي الناس بل كانت ولادته استثنائية وكان حمل والدته به أيضا استثنائيا ماذا نعرف عن سيدنا يونس عليه السلام ولما ولما صار يونس عليه السلام في بطن الحوت ظن أنه مات فسجد لله تعالى شاكرا له بأن حفظه ونجاه وبقي في بطن الحوت ثلاثة أيام وسمع فيها أصوات غريبة لم يفهمها فأوحى الله تعالى لو أنها تسبيح مخلوقات البحر فأقبل هو أيضا يسبح الله تعالى قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم على ذلك أمر الله تعالى الحوت فقطف به على اليابسة فأنفت عليه شجرة أو شجرة يقطين يستضل بها ويأكل من ثمرها حتى نجا نعم أتذكر بعض أسماء يوم القيامة إذن من أسماء يوم الطامة يوم الحساب يوم الدين مهمتين من مهام الملائكة إذن المهمة بعض المهام إنزال الوحي قبل الأرواح إنزال المطق سؤال ميت هذه بعض المهام معام ما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين الجمعة هي صلاة مفروضة على كل رجل مسلم بالغ عاقل وليس له عذر شرعي وتقام كل يوم جمعة في المسجد فعلى دقول وقت الضغر ومن آدابها الاغتسال والتقيب ولبس لبس لبس الملابس لبس الملابس النظيفة والجميلة والسير إلى الصلاة بسكينة ودخول المسجد بهدوء والإنصات لخطبة الإمام أما صلاة العيدين في سنة مؤكدة هذه صلاة مفروضة وهذه سنة مؤكدة شرع الإسلام صلاة العيد مرتين فقط في كل سنة وهي صلاة العيد الأولى في صباح يوم عيد الفطر أول من شوان وصلاة العيد الثانية في صباح يوم العيد الأضحى العاشر من ذي الحجة أضعوا علامة أمام مظهر الإخلاص في الصلاة هل يعتبر الاتفاة في الصلاة من الإخلاص لا لا يعتبر الاتفاة من الإخلاص السكينة نعم السكينة شوف مظهر من مظاهر الإخلاص في الصلاة حضر القلب نعم حضر القلب من المظاهر الإخلاص التأمل في القراءة نعم كذلك هو مظهر من مظاهر الإخلاص معالج المضعية لقد عانى نوح عليه السلام من قومه أشد المعاناة وبالرغم من ذلك ظل صابرا محتسبا مشفقا على قومه وكان لا يدعو أن يقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون أقرأ الوضعية ثم أجيب أستخلص من الوضعية أخلاق نوح عليه السلام إلى البعض أخلاق نوح الصبر حب الخير لقومه الرحمة واحتساب الأجر أنه كان محتسبا كان صابرا محبا للخير رحيما بقومه محتسبا للأجر نعم أبحث عن دعاء سيد الاستغفار هذا هو دعاء سيد الاستغفار يقول هو دعاء قاله لنا رسول الله صلى الله ونصه كالآت ها هو دعاء سفاء اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت هذا هو دعاء الاستغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته